ينضم إلينا من أربيل عضو مجلس محافظة نينوى بنيان الجربة أهلا بك سيد بنيان إذن التحالف الدولي فتح تحقيقا حول مجدرة الموصل الجديدة والقوات العراقية بدورها فعلت نفس الشيء هل من المعقول أن يكون في نفس الوقت الخصمى والحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتنا لكم وإلى مشاهدين الكرام وإلى كادر قناتكم الكريمة في هذه المناسبة الأليمة والمصابة الأليم الذي يضاف إلى المصائب والآلام التي تحملها شعب نينوى الصابر المحتسب نسأل الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمتهم ويدخلهم جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ونحتسب هذا الأمر في ميزان حسنات هذا الشعب الصابر المحتسب طبعا لمجلس محافظة نينوى وكان هناك موقف هو إصدار قرار سريع وعاجل يخاطب به الحكومة الاتحادية ودولة السيد الرئيس الوزراء وأيضا قيادة العمليات المشتركة بالتريث فورا إلى العمليات الحربية لوقف هذه المجازر التي أصابت وألمت بأهلنا في شعب نينوى شعب نينوى ضاق ذرعا بهذه الألام والمصائب بعد أن أثخل جراحي وأثخنها تنظيم داعش الإرهابي الآن هناك أخطاء على الساحة العسكرية على الرغم من الانتصارات الموجودة بالنسبة التي حققتها قواتنا الأمنية الباسلة لكن نعتقد أن هذه الستراتيجية لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تكن الستراتيجية الملائمة لمواجهة هكذا تحدي وهكذا نوعية من العمليات الحربية قلنا من البداية وحققنا لقاءات مع قادة العمليات المشتركة وقادة الميدانيون المشرفون على عملية التحرير قلنا من البداية أن عملية التحرير تحتاج إلى قوات احترافية وقوات متمرسة على مواجهة هكذا نوع من الحروب العدو يتخذ من المواطنين غطاء ويتحصن بالمدنيين فبالتالي يحتاج إلى قوات متدربة ومحترفة أيضا هناك ملاحظة مهمة أن الشعب نينوى على الرغم من مصابه الأليم كان لديه وهذا موثق بشهادة القادة الميدانية مساهمة كبيرة في إنجاز الانتصارات في الميدان كان ينقل المعلومات وأحيانا يحقق انتفاضات على الرغم من حصاره من قبل تنظيم داعش وبطشه الكبير به وقد قدموا العديد من الضحايا من جراء هذا التعاون مع القوات الأمنية إلا أن الحقيقة لم يكن هناك استعداد بالمستوى المطلوب وبالتالي دفعنا ثمن في الوقوع بهذه الأشطاء طيب سيد ابنيان في وقت أقرت فيها الولايات المتحدة وقوع المجزرة وهي قائدة التحالف إلى حد الآن القوات العراقية تنكر وقوعها إذا كان الأمر صحيح كما قالت القوات العراقية لماذا تمنع دخول الصحفيين إلى يومنا هذا دخولهم إلى منطقة وقوع المجزرة وبذلك نقل الحقيقة يا سيدتي الشمس لا تغطى بغربال نحن متواجدين في الميدان ونطلع بأنفسنا على الحالات ونتفقد الجرحى والمصابين والشهداء في مستشفيات أقليم كردستان الذي سجل لنا موقف كبير ومشهد تاريخي في إنقاذ العديد من المصابين ومن الجرحى من الشعب نينوى ومن المدنيين وحتى من العسكريين أولا لم يكن هناك استعدادات بالمستوى المطلوب للمستشفيات وهذه مسؤولية وزارة الصحة ومسؤولية أعضاء البرلمان في مواجهة هذا التحدي أيضا هناك لدينا قبل يوم أمس كنا في المستشفى ونتفقد الجرحى والمصابين فقط من عائلة وحدة كان هناك عشرين شهيد من المدنيين من عائلة واحدة في مدينة مصر وفي منطقة مصر الجريدة العائلة الثانية هم ثمانية شهداء من عائلة واحدة أيضا لم ينجوا منهم إلا شخص واحد أيضا هناك شخص آخر هذا كله أنا بنفسي اطلعت عليه في ساعة متأخرة من الليل نتفقد المستشفيات وفي الميدان وهناك الكثير يعني دفعنا يوميا ندفع عشرات الشهداء من المدنيين أكثر من خمسمائة شهيد على مدار الأيام الماضية الأسبوع الماضي إلى حد يوم أمس وقف العمليات والقصر نعم هذا ما تنكره القوات العراقية بعد مجزرة الموصل الجديدة تبين أن الخطط العسكرية لم تضع في عين اعتبار العنصر البشري داخل المدينة أيضا ومن بداية العمليات وحتى الآن وبعد مجزرة الموصل الجديدة تبين أيضا أنه لا توجد خطط إنسانية لهذه العمليات العسكرية ألم يحن الوقت لوضع خطة استراتيجية ووضع خطط إنسانية لتفادي هدر أرواح المدنيين وأيضا توفير الخدمات للنازحين منهم بالتأكيد طبعا إحنا كمجلس محافظة نينوى أصدرنا بيانا رسميا في هذا الموضوع وفتحنا السيد الرئيس البرلمان وتعهد لنا وقام بإجراءات جدية وعملية في مخاطبة رئاسة الوزراء وأيضا حتى العمليات المشتركة نهيب بأخوتنا وزملائنا في قبة البرلمان أستاذ النواب بأخذ دورهم الجدي والحقيقي الآن ومساندة أهلهم وشعبهم في محافظة نينوى نينوى تذبح نينوى تستبيح شعب نينوى أصبح يضيق بهم الأمر من كل الجهات بين مطرقة الداعش الإرهابي وبطشهم وبين خطر الموت من الجوع وأيضا بين خطر الكارثة الإنسانية في النزوح وكذلك الأخيرا الآلة الحربية التي لم تعد مسبقا بالشكل المطلوب لمواجهة هكذا تحدي نحن نقلنا من البداية عندما حققنا لقاءات مع القادة الميدانيين بأجمعهم وقلنا أن طبيعة الجغرافيا في الموصل مدينة قديمة تتزاحم فيها المساكن وبالتالي هناك كثافة سكانية عالية وسوف يستغل تنظيم داعش الإرهابي هذه الخاصية ويتخذ من المدنيين دروع بشرية حتى يستطيع أن يحقق له موطأ قدم أمام خسائره أمام القوات الأمنية سيد بنيان الكل يؤكد أن المنطقة التي وقعت فيها المجزرة فيها أعداد قليلة جدا من عناصر داعش هي أعداد تعد على رؤوس الأصابع لماذا إذن كل هذا الكم من الضحايا ما الهدف من هذه العملية باختصار لو سمحت عندما لا تكون هناك ستراتيجية دقيقة وقوات احترافية لمواجهة تحدي حرب نوعية ستكون هذه النهاية عندما تكون هناك متخصص في مهمة معينة أو مهنة معينة المهنية العالية هي التي سوف تكون الفصل في الموضوع لما طالبنا بقوات احترافية وتقنية عالية من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين حتى لا يتخذ تنظيم داعش أو غيره من المتربصين أي أن يحصل خرق في المعركة نعم لكن سيد بنيان هذه التقنيات العالية والطائرات المتطورة استعملت في شن غارات على المدنيين إذن عضو مجلس محافظة نينة وسيد بنيان الجربة سمحني على المقاطعة نشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من أربيل ترجمة نانسي قنقر